موسيقى موسيقى جميعا تشاركو بألف خير مرحبا بيكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله بيش نعمل مبعضنا رسيت سهلة على الأخر فيسا فيسا ما تحضر اللي هي تارت بالطن بيش نعملها بالطن على خطر ما عينيش برشة بيش ناقف في الكوجينة سينوت نجمو التعاوض والطن بالجيش كيف ما تحبو وبالطن جيش تعجبني عن الأخر وبالنسبة للبات راهي عندي بات حاضرة اللي جا حضرتها معاكم في تحذيرات رمضان اللي هي البات بريزي ريتو كيفيش كين حضروا حاجات في تحذيرات رمضان بعد نلقاوهم سهلين هكي كان نقصوا على رواحنا الوقفة والتعب إذا كين ما عندكم ش بات بريزي تنجمو تعاوضوها بالبات فيتي هذيك اينا جبتها جوي سبش نواري هيلكم تحطوا الباكو هذيك الكل وتحلوه بالقلقال على كوبر البلاتو اللي بيشتخدمو بيه وتعملو الباقي الكله بنفس الطريقة سينا نعطي لكم الفيديو اللي حضرت فيه البات بريزي في صندوق الوصف وزيدته نكتبها لكم بكمية صغيرة خطر انا وقت عملت كمية كبيرة شوي وقسمتها وحتاجتها في الكنجولاتور اجبتها قبل بوقت لتنحى الثلج متاعها وكي نحضر كين الحشوة معاكم وهذه مال هنا المكونات متاع الحشوة متاعي كما قلت لكم من الأول انا باش نعملها بالطن تنجمو تعاوضوا الطن بالجيج اما راه يجيب الطن ياسر ابنينة اخذتها كطن نحيط لها الزيت متاعها وحطيتها غاديك في الصحفة كما تشوفوا اسمت كعب تنعظم وقصيتهم تنجمو تربيوهم اذا كان ما تحبوهم شطروف شوية بصلوا شوية مع دنوس هكي كما تكثروش وهذيك زيتون اخضر تنجمو اذا كان عندكم زيتون اكحل انا عندي كان زيتون اخضر وزوز طويبة متاع فروماج المثلثات هذيك تنجمو تحطو زوز ثلاثة قد ما تحبو وشوية ملح وفلفل اكحل واخذيت هنا حكاية 100 جرام فروماج شدار وحطيت فيه شوية متزرلة اما المكثر متاعه شدار شوية متزرلة كهو حكا متاع كريم فريش زيدة باش نحطها لحكا هذيك ري صغيرونا بالكل اذا كان عندكم حكا كبيرة اضعوا حكاية مغرفتين ثلاثة يعني ما تضعوا هذيك الكل وباش نخلطهم هنا بكعبتين اعظم نايين واذا كانت تحبو تزيدو كبار تنجمو تزيدو فلفل برعبيت تنجمو تزيدو كيفما تحبو راهو انا هذو ما الحاجة اللي نحبهم اهوك باش نحطهم اخذيت هنا الصحفة متاعي باش نحط فيها توا المكونات الكل هم هذوكم اللي سميت هاملكم الكل هم مانيش باش نعافض نسمي هم لكم توا مرة اخرى جوزت حابيت نقول لكم اذا كانت تحبو اللي بصلوا المعدنوس تنجمو تذبلوها شوية يعني ما تحطوهم مش هكيكانيين اذا كانت تحبو انا معناها ديما نحطهم هكا وتنجمو تنقصو في الكمية يعني حسب الرغبة متاعكم بالنسبة للتارت هذيرة تنجمو تعملوها بالجيج تنجمو تعملوها بالحمافروم تنجمو تعملوها بالصومان في مي تنجمو تعملوها باللي تحبو يعني انا جوزت حابيت نعملها باسهل حاجة موسيقى حطيت هنا المكونات متاعي كيف ما شفتو تعملو كيف نبدأ نزيد في العظم انا المكونات متاعي هذوكم كيف نستحق كعبتين عظم تنجمو تستحقو اقل كما تنجمو تستحقو اكثر انتوما والكمية اللي باش تحطوها انا حتيت ديريكت كعبتين على خطر نعرف المكونات هذوكم اللي حتيتهم باش نستحق كعبتين كهو باش نفواحهم بالملح والفلفلاكحة اللي وريتهم لكم اللول انا لحقيقة منزيدش نحط فيها حط شي تنجمو اذا كانت تحبو تحطو شوية كوركم ولا هكا شوية تبلو كروية انا لحقيقة ديما نفواحها ملح وفلفلاكح لا نحبش نحط حتى اضافة اخرى نحب الطعمة تقعد هي هي هذه الحشوة حضرة حضرة نحطها على جنب ونجيب البات نحلها على كبر البلاتون نحط بابي كويسون من لوتا كما تشوفوا ونحط البات وبعد نحط بابي كويسون من فوق بالنسبة للبات رهي سيلة على الاخر تتكون من 250 جرام فارينة و125 جرام زبدة الزبدة لازمها تكون بحرارة الغرفة انا رملوهم بعضهم بالباهي وبعد نزيدو اصفر متاع ضم ورش متاع ملح ونبدأ ونلمو فيهم البات هذي رهي متتعجنج تتلملمين اذا كانت تلمت معنا سافا اهوكا سنو نزيدو شوية ماء انا قلت لكم ارجع الفيديو الاخر مياهوكا اعطيتهي لكم هكا فيسع فيسع باش اذا كانت متحبوش ترجع الفيديو اهوكا راي سهلة على الاخر بسنو التفاصيل الاخرين الكل هم تلقاهم في الفيديو اللي حضرتها معاكم هذي اللي هنا البلاتو متاعي صيحة للبات باش نهز البات هذيكا ونحطها في البلاتو متاعي وبعد نبدأ نستويه هكا بيدي اللي تستوي معايا صيحة اللي هنا كملت استويه البات على كوبر البلاتو جبت فرشيته او نقبتها لازم راهو اتناقبوها بشكيكا ما تتنفخ الكومش في الفور ويجي منظرها نكمل النقب هالكل هكيكا كيف ما تشوفو وبعد نجيب الحشوة متاعي ونصبها فوق البات هذيكا بالنسبة للقديش قاعدة التيب ديما تقولوا لي قديش قاعدة التيب راهو كل واحد والفورم انا حسب التقريب قاعدة لي 30 دقيقة طيبتها من لوطة كهاو من لوو الهاكيكا وبعد شعلت الفوقاني ديما انا نطيب من لوو الكهاو خطر بويسكا فما بات من لوطة لازمها تتيب من لوطة اكثر من فوق وبعد نشعل الفوقاني خليوها تتحمل شوية وهو عينكم ميزانكم انا جوزت هكيكا نحاول نشد الوقت اما رو حسب الفورم تاعي وحسب قوة الفورم تاعي حتيتها التيب على 180 درجة ماهيش نعرقوية برشا سينا رأيتو قاعدة لكم ناية كملت لها ستويتها كما شفتو حتيت الحشوة ومبعد ظهر لي باش نزيد شوية ريقوتة من فوق تزيدها بنا على بنا اذا كان مش متوفرة عندكم ريقوتة تنجموا تستغنوا عليها سينا تنجموا تحطوا في روماجة 30 زيدة من فوق يبننها على الاخر انا مستيسا نحط في روماجة 30 توا بويسك عندي ريقوتة اهوكا حتيت ريقوتة ريسيت سهلة على الاخر وياسر بنينا كيف ما شفتو ماشالله طابط لهناك اخر وقت اهوكا حتيتها فوق الطاولة حاولتها كنقص هيلكم باش شوفوها من داخل كيف ايجيت ياسر بنينا ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم بالنسبة للحشوة تنجموا تبدلوا فيها كيف ما تحبوا والحاجة المش متوفرة عندكم تنجموا تستغنوا عليها راهو يعني مش بضرورة تحطوا كيف ما حتيت انا بالضبط وهذه الفيديو متعنا لليوم حاجة خفيفة لف لف في ساعة ما تحذر وان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخر على قريب طوام ازاكا امشوا نقولكم بسليما وعلى بروشين ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة